موسيقى موسيقى ويأخذ ما معهم سرق خوانة أهل غدر كالبواعش في هذا الزمان كالمارقة في هذا الزمان فأرسل إليهم بأن يقتلهم ويأخذ ما معهم ففعل ذلك يكمل ابن كثير يقول فلما بلغ جنكس خان خبرهم أرسل يتهدد خوارزم ولم يكن ما فعله خوارزم شاه فعلا جيدا التفت جيدا من المتكلم من الراوي ابن كثير إمام مارق بن تياز إمام توحيد أسطوري إمام دائشي إمام تكفيري إرهابي قاتل لاحظ كيف يتعامل مع هذه الجريمة مع هذا الغدر مع هذا القتل مع هذا الإرهاب مع هذه الدعشنة أقول قال لم يكن فعلا جيدا فقط وفقط لكنه هذا لاحظ ليس بي لكنه ليس قليحا ولا محرما فهو مباح وجائز ومقبول وراجح وربما حسن لكنه غير جيد أصل تشريعي تيمي ابن تيمي مارق تيمي ابن تيمي ابن تيمي مارق في قطع الطرق وخطف وسلب ونهب وبقر البطون وقطع الرقاب على نهج المارقة الخوارج قال ابن كثير فلما تهدده أشار على خوارزم بالمسير إليهم فسار إليهم وهم في شغل شاغل بقتال كشمي خان التفت جيدا قتل هؤلاء استغل انشغال هولاك بقتال آخرين لأننا سنعلم بأن المسافة بين خوارزم وهولاك مسافة طويلة للوصول إلى هناك يقول تقدر بأشهر حتى يصل إلى ذاك المكان ويعلم بأن هولاك كان مجهولا بالقتال لكنه عنده الجواسيس عنده الاستخبارات فاستغل هذه القضية وهذه النقطة يقول فلما تهدده أشار من أشار على خوارزم بالمسير إليهم فسار إليهم وهم في شغل شاغل بقتال كشمي خان فنهد خوارزم شاه أموالهم وسبع ذراريهم وأطفالهم لا حول ولا قوة إلا بالله يقول فنهد خوارزم شاه أموالهم وسبع ذراريهم وأطفالهم وسبع ذراريهم وأطفالهم لا يوجد هنا لا اعتداء من المغول ولا من التتار ولا يوجد تهديد على المسلمين كانوا عبارة عن أناس وعبارة عن ناس مسالمين أتوا للتجارة قتل التجار وانش كان المغول كان التتار منشغلين بقتال آخرين ذر مسلمين ذر الكافرين فأيضا ذهب خوارزم السلطان الخليفة الإمام القدسي المقدس فاعتدى على النساء والأطفال فنهب أموالهم وسبع ذراريهم وأطفالهم وهلاك وطاغية سلطان متمكن متغطرس مجرم قاتل هل يسكت لاحظ من هنا بدأ البلاء أقول سيب ونهب على النهج الداعش المارق وله دأصيل وشياع فأقبل إليه المحروبين فاقتتلوا معه أربعة أيام قتال الممتوس مع بمثله أولئك يقاتلون عن حريمهم عن تجارهم عن نسائهم عن ذراريهم عن أطفالهم هؤلاء المغول أولئك يقاتلون عن حريمهم والمسلمون عن أنفسهم يعلمون أنهم متى ولو استأصلوهم فقتل من الفريقين خلق كثير حتى أن الخيول كانت تزدق في الدماء وكان جملة من قتل من المسلمين نحو من عشرين ألف ومن التتار أضعاف ذلك التفت أشرون ألف قتل من المسلمين خلال أربعة أيام ثم لحقهم أضعافهم وأضعافهم بسبب حب المال واغتصابه من التجار التتار الآمينين في بلاد المسلمين والغدر بهم وقتلهم وهكذا كل الصراعات والنزاعات والخريب الطاحنة الداخلية والخارجية عبارة عن صراعات سلطوية مالية لا متخيل الدين فيها إلا على نحو التوظيف والأدلجة إلا على نحو التوظيف لصالح هذا الفاسد أو ذاك إذن لا متخيل الدين فيها إلا على نحو التوظيف والأدلجة والأدلجة لصالح هذا الفاسد أو ذاك وتبرير فساده وإفساده وإجرامه لا أكثر فجعلوا من الدين والإسلام نقم على الناس لا رحمة لا سلام وأمان